معايير جمال المرأة تحددها إلى حد ما نخبة مصممي الأزياء في ميلانو باريس أو نيويورك عبر مقاييس وصفات معينة من بينها رشاقة الجسم ونحافته لكن هذه المقاييس لم تعد تلقى أجاب الجميع فهناك انتقادات كثيرة وآراء مختلفة اذ تم انتقاد علامات تجارية كبيرة بشأن اختيارها معايير جمال أجسام عارضاتها التي لا تناسب جميع النساء في العالم فعالم الموضة والعارضات يفتقر إلى الموضات الأنثوية ذات الحجم الزائد وهو ما أبرزه مشهد أسلوب أسبوع نيويورك للموضة في سبتمبر الماضي حيث كان هناك تنوعاً للأزياء لتناسب أشكال الأجسام المتعرجة والزائدة الجدير بالذكر أن أكثر من 90% من مصممي أسبوع الموضة في باريس ولندن لم يتبنوا أي أزياء بدنية مختلفة وكذلك 80% من مصممي ميلانو بما يجعل النساء ذات الأجسام المختلفة يشعرن بالاستبعاد من جانب تصميم مصممي الأزياء والعلامات التجارية من هنا يؤكد المراقبون أنه ينبغي على العلامات التجارية أن تسلط الضوء على الحجم الزائد بشكل أكبر لتتناسب مع معايير الجمال لجميع النساء في العالم كذلك تشجيع الجسم الصحي المثالي بأي شكل من أشكاله وأن لا تشجع النساء على تبني معايير الجمال التي قد تؤدي إلى عادات غير صحية للجسم شكرا